اليوم آليات لتعديد بناء الدولة العراقية جديدة اليوم أنا أقول أن هذه الانتخابات وعلى الكتلة السياسية بكل أنواعها التار الصدري، الإطار التنسيقي، الأخوة السنة، الأكراد اليوم عليهم أن يعملون بشكل جيد على تفكيك أزمة الثقة تفكيك أزمة الثقة تتمثل في الذهاب إلى خطوات أساسية ورئيسية قدمها السيد مقتدى الصدر وهي واضحة عملية حل الفصائل وإذا سمحت لي أخذ منك دقيقة في هذه المسألة لأن البعض على ما يبدو يريد أن يزاود بهذا الموضوع وبدأت هناك هجوم في بعض المواقع التواصل يقولون محاربة ومقاتلة الفصائل لا يا أخي السيد مقتدى لم يدعو إلى محاربة الفصائل السيد مقتدى يريد أن يحمل الفصائل ويريد أن يقوي الحجد الشعبي من خلال دمج هذه الفصائل بالحجد الشعبي لا يريد غير هذا لكن يريد أن تكون هناك دولة قوية يريد أن يعيد هيبة الدولة يريد أن لا تكون هناك دويلات داخل هذه الدولة وأن لا تتم عملية التغول على الدولة قائد عام يتم اختياره من قبل البرلمان ويصوت عليه وليس يوم يواك فيه لبشارة وقاعدين بالتجاوزات والتطاولات نريد بناء الدولة من يريد أن يبني هذه الدولة فسيد صدر فتح ذراعه قال سلموا الفاسدين إلى القضاء اللي عليهم ملفات فساد وحلوا هذه الفصائل خلوها تنضم بالحجد وسووا سلاحها بالحجد وتعالوا آنوا ياكم نشارك بعملية الإصلاح ما عنده مشكلة تعالوا آنوا ياكم نرجع نعيد ثقة المواطن نعيدها من جديد تعالوا خذ نبني وطن مشترك لا يطلع واحد يوميا يحكي لي بالطائفية ويحكي لي بالسنة وبالشيعة وبالجسمة خلاص يا أخوان جاوزوا الجمهور جاوز هذه النقطة بعد نتأثر بالخطابات السياسية